اهلا بكم محبي مسلسل المراس اذيكم ملخص الحلقة 350 ولكن قبل ان نبدأ اشترك في القناة وفع اجزر الجرس لكي يصلك كل جديد يوسف يقول اشاهد خلي العرس يوم الخميس الجاي شاهد وتقول له لازم لاول الشهر وبتحكي عن حور واسيا بيقول له خالتك اسيا عم تلعب علينا ثلاثيتنا زينة بتقول له سحر وحدي بوحدي وانا جايل عندي وكيف رفته انا عم شوف جوزك اكيد من جواله وكنت انفكرة واحدة تاني سحر تطرد من بيته بتقول له حتى لو قلتي لك قلتلك طلال هو اللي كان مصري شؤني وخبى عنك وعمل تمسيلي انك ما تشوفينه اما حور واسيا بدور حديث بيناتين مريم بتنزل عند ابوها وبقول له ليش نزلتي بتقول له اشتقتلك وجاي شوفك نحنا لازم نطلع من هون وانا مسؤول عنك وبتقول له وين انا عايش هون وبتتهرب وبتترك ابوها حور بتعاتب شهد على طلعتها مع يوسف نوف بيقول ابراهيم حور رجعتني شخصيا بيقول له اكيد في رسمي ضد طلال او زيد وبالنهاية رح تطالعك حور بتطلب من ابراهيم يثبت موظف الجديد وبتقول بيقول له ازا انا كنت تقول لامك ايه فعشان ارضيك ما اخسرك بتقول له حور انتي خسرتني اسيا بتقول له يوسف انتي اعطيت خاتم خطبي لشهد بيقول له قصدك وقف نصيبة بتقول له او طلاق نصيبة لينا بتقول لازينا قدرت قدرت تخلي منصور يعطيك هدية غالية بس كنت ايه خديله هدية احسن فهد بيروح لعن سامي عشان الرجل الكافيه بيقول له انا ما ارضى ارجع اشتغل انا جرسون واخوك بالشركة لابوي شريك وموظف هام بيقول له فهد شو بيقول له شريك وبيحرم له وبينصدم فهد وبتنتهي احداث الحلقة